أنا اسمي محمد مزار جربجي مهندس معماري من مدينة دارية بريف دمشق موليد 61 اشتغلت في مجالات عديدة بمهنتي وبغير مهنتي اجباري كل واحد فينا بيطمح بحياته ان يكون مهنة معينة طبعا ما كنت مختار الهندسة المعمارية بس المعدل احيان بيفرض عليك بسوريا لانه ما مثل الدول التانية بتختار انت مهنتك مقبل المعدل وفي حب للهندسة فكان علاماتي بيخولونه يدخل هندسة عمارة واشتغلت اجباري كان على ايام النظام انه بس القديمة التغى قانون 49 خدمة الدولة الالزامية خمس سنوات فهدونه كل مهندس بيتخرج فيه ايجابيات ويله سلبيات هذا الموضوع ايجابيات طبعا التوظيف الخمس سنوات هي بتثقل مواهب المهندس وبتخليه يصير مهندس يولي انه كلمة المهندس خمس احرف فنعتبر حالنا كل سنة من سنوات الخبرة تعبر عن سنة كذلك ما بيقدر يصير مهندس لي انتهي بحرف السين فالخمس سنوات هي تأهيل كوادر المهندسين ليقدروا يصيروا اسمه مهندسين بس السيء فيه انه كان ممنوع انت تسافر القانون 40 حار ما تملك شهادتك انا ممنوع اذا اعملت بطريقتي الخاصة بدي قدروا تكمل دراستي برا ما فيني اخد شهادتي ولا اخد اي وثيقة بعض مضيق خمس سنوات هذا كان قيتقيد لحرية المهندس بسوريا انه خمس سنوات انت ممنوع تشتغل اي شيء حتى خروجك بسفر بدك موافقة الوزير مختص يعني بالتسعين طلعتها مثلا انا فرنسا مجموعة وزرات وتعرضت بالمطار التوقيف يسألوني مثلا كلمة انت منع مغادرة بلاد يعني الكلمة خطيرة ليش منع القانون 40 تريحتني القانون 40 سهل بس منع مغادرة بكلمة خطيرة يعني انت فبرستله موافقة الوزير مختص وليش رايح وكذا فهي كان تقييد حتى في بعض الهندسات محرومة من طلع برا يعني مهندسين يعني البداع بيكون انسان متطور وطالع على مجتمع غربي او يتطور بالدول الاخرى لا اهو محروم هندسة طاقة الزرية هندسة البترول ممنوع سوريا يطلع بارات البلد لانه اي دولة بتستفيد منه هو هيكون مبارات بمحدود فلما بيطلع الطاقة الزرية ما تأي دولة بتستقبله فهي ثروة وطنية اوكي بس ما كان مقدرة بالجهود تقابل المبلغ المالي اللي كان ياخده المهندس فلما بيطلع مع مهندس لبرا لبعثة فالجزقتين من المهندسين ما كان يرجعون لو في حرية كل الناس او معادلة لخبرة والشهادة مقابل الاجر اللي بيتأخدوه ما عدا بفكر اطلع بارات بلده بالعكس كلياتنا متمنين نرجع لبلدنا ونشتغل فيها ونبنيها يعني ما في حرية انا ابن حمص ما بدل اشتغل بس الشام هلا شوفي بالاتحاد الاوروبي المهندس في فرنسا بيشتغل ببريطانيا وين بدل اشتغل طالما في اتحاد اوروبي انا ابن ريف دمشق ما بحل اشتغل الا ضمن ريف دمشق طبعا بالعمل تبعي كان في ضغوط كتير اجباري لكتير تنفيذ مشاريع لكتير مصالح خاصة فكان رغم انه من اجمل اعمال هو الادارة المحلي من اجمل اعمال انك الشخص يقدم او يتعاون مجتمعيا مع اهله ليقدم خدمة لبلد بدي احيانا لو القرار جماعي بطلع قرار السياسي هو الاقوى هذا مبسط تعطيب عليه وحدث عنا في مدينة دارية شغلة مهم جدا عنا محور مهم جدا اهم محور من دمشق الى الخليج يعني النافذة الرئيسية من دمشق الى دول الخليج كلها هو طريق درعة جديد هذا اجترا الدرعة هو يمر من دارية فتدخل رأس الهرم التنفيذي اللي هو رئيس حكومة السورية كان ذاك يمكن ناجي عطري وبدو نعمل مدينة ابراج على محور فنحنا موافعنا نحنا اصحاب القرار المجلس محلي من يصنع القرار هو اهل الارض موافعنا افجأ القرار من فوق بدى تصير مدينة ابراج ولا يملك احد من هال ابراج اهل دارية فانت بنت البادلاني ما فيك يتعملي اللي بجي المستثمر الضخم وصارت مدينة ابراج وما حنسكر اسماء اللي فيها اسماء معروفة جزء من تابع للنظام وجزء تابع لمستثمرين العرب فهي الضغوط اللي كانت مثلا تدخل في الحكم المحلي